دراتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لزميلنا أحمد الحسيني نتابع معاه توقيع بروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة وده لإعلان مدينة شارم الشيخ مدينة خضراء ويمكن كنا نتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن هذا وبالتأكيد كل ده بيجي في إطار الاستعداد لصدفة مؤتمر المناخ كاب 27 في نوفمبر اللي جاي صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا هدير فعلا الحلم ابتدينا نشوفه بيضحق على أرض الواقع النهاردة احنا موجودين في بيت القاهرة في الفسطات وإعلان أو توقيع بروتوكول مدينة شارم الشيخ مدينة خضراء طبعا استعدادا لاستضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم بإذن الله خلنا نتعرف على يعني ايه مفهوم المدينة الخضراء من خلال ضفتي المشرفاني معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وكمان ساتلواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء هنبدأ بالدكتورة ياسمين فؤاد معالي وزيرة البيئة أهلا بحركة كلمنا يعني ايه مفهوم المدن الخضراء طبعا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدنا مفهوم المدينة الخضراء هو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية يعني ايه موارد طبيعية يعني الطاقة يعني المية يعني الارض عشان اقدر اعلن مدينة خضراء او مدينة صديقة للبيئة لازم تكون كل الحاجات اللي موجودة فيها تكون بتراعي استخدام الموارد الطبيعية فببتدي اشوف مثلا استخدامات المية هل في ترشيد في استهلاك المياه طيب المياه اللي انا باستخدمها باقدر اعالجها تاني واعيد استخدامها مرة اخرى مثلا في رأي الحضائق الطاقة هل باستخدم طاقة تقليدية ولا قادر ان انا ازود نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية سواء محطات كبيرة او الواح شمسية بتتحطى على الفنادق فكرة المخلفات ازاي بقدر افصل المخلفات واعيد استخدامها مرة اخرى بل ان انا اقلل استخدام الحاجات اللي بقدر ان انا استخدمها ككبيات كمعالق الجزء الاخير هو جزء البلاستيك ازاي اقدر اقلل استخدام بتاع البلاستيك واستبدله بكبيات ورقية او شوك وسككين خشب كل دي بتعتبر منظومة لمدينة خضراء ولكن الاهم من المكان نفسه وما يحتويه المكان هي الممارسات بتاعة البشر داخل هذا المكان فازاي اقدرنا نعمل تدريب للموجودين داخل الفنادق للموجودين في الكافيهات في الرستورانات اللي بيقدموا الخدمة للسياح بحيث ان النشاط اليومي بتاعهم داخل اماكن العمل بتبقى كلها صديقة للبيئة الممارسات نفسها ما استخدمش المياه كتير اقدر ان انا مثلا ما اقدرش انتقل بسيارات اقدر ان انا انتقل باوتوبيسات زي الاوتوبيسات الكهرباء وابتدي استخدم العجل في المشاوير الصغيرة خاصة في مدينة صغيرة زي شرم الشيخ وما الى اخير بالتأكيد معالي الوزيرة يعني موجود كبير رأنت بي وبالتعاون طبعا مع محافظة جنوب سينة مع سيدة الوقت خالد فوضى محافظة جنوب سينة هنتعرف اكتر ازاي محافظة جنوب سينة ومدينة شرم الشيخ تحولت الى مدينة خضراء مع معالي المحافظة سيدة الوقت خالد فوضى يعني كلمنا تفصيلا بقى ازاي تحولت مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وده عملتو ازاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا التنسيق على قدم وصاق مع معالي الوزيرة احنا يعني غالبا في الاسبوع من مر مر مرتين ينلتقي اتصالات تلفونية الكلام ده بقى له فترة اه في الحقيقة التعاون قوي جدا معانا ومع وزير التنمية المحلية في عملية زيادة مساحات الخضراء في شرم الشيخ ويمكن انا من عشر دقائق بالضبط كنت بعرض عليها الحديقة المركزية بتاعت شرم الشيخ اللي حضرتها مسامة فيها معانا بتلاتين مليون جنيه في الحقيقة ورتها اللي بيتم على الارض وجبنا حتى المسؤولين اللي هم مسؤولين على الوقت بيزرعها في الحديقة الحديقة ده عشان تبقى حديقة اتنقلها روعمية الف عربية حجم عربية راملة وكده عشان نسويها ونعمل اجراءات تنظيمية ونمدي شبكة راي بتاعت وقت كبير جدا وبتدينا نزرع كلام ده بدأ من شهرين او من ثلاثة اشهر بدنا نزرع التعاون كامل مع وزير النقل في عملية محطات الشحن الكهرباء الاتوبسات اللي جاية المية وخمسين اتوبسي اللي جايين والمية وخمسين عربية الفئابي اللي جايين التعاون جامد جدا وكانت تعرف طبعا ان انك الزهارة كبيرة بتاعت سيد معالي رئيس مجلس الوزراء خميش سجومة اللي فاته ونزلنا وشافي كلام ده كله على الارض التعاون جامد برضو مع سيد وزير الكهرباء وزير الكهرباء بيعمل لنا اربع محطات طاقة شمسية عايز اقول لك بدأ العمل فيهم انما هنجنس مار ان شاء الله حدنا نهائي شهر تسعة وانا ممكن معالي وزيري عارفة ان احنا شهر تسعة مفيش اعمال في المدينة وكل الكلام اللي انا قلت لحضرتك ده بساحات خضراء من طاقة شمسية من محطات طاقة شمسية من الفنادق نفسها عندنا حوالي 87 فندق خدوا النجمة الخضراء لسه باتكلم معها لان احنا برضو عايزين الفندق الفنادي ببتدي تشتغل هي يعني لسه فيه شوية حاجات ادارية احنا بنسهل لهم الاداريات سيد حضرتها طلبة اللقاء ان شاء الله مع وزير السياحة ومعايا عشان برضو نقدر نحرك الفنادي دي في هذا الاتجاه يعني الشغل جميل جدا على قدم وصوات موضوع الاكياس بقى وهي مبادرة دكتورة ياسمين عملها عشر تلاف شنطة صديقة للبيئة هيتوزعوا وانا طلعت قرار من واحد سبعة عدم استغيام الاكياس البلاستيك في مدينة شام الشيخ خالص فبالتالي هيبقى فيه ان شاء الله رؤية جديدة وبعدين انت عارف برضو الشوارع كلها دلوقتي الهائلة الهندسية واخد حوالي 17 شارع بتوسعوا بتعمل مساحات كبيرة في المدينة عايز اقول كلنا بنشتغل سيد ريس الوزراء شاف بنفسه وعده وده توجهات واحنا ماشيين عليها بإذن الله فترة الجاية وقعد بزيارة الشهر القادم فعايز اقول لك يعني الدكتورة معنا على طول سيد وزير المحليين معنا على طول ان الحكومة مزبوط حكومة كلامة معالي اللواء خليت فوضى محافظة جنوب سينة يعني خلينا نرجع تاني لمعالي الوزيرة دكتورة ياسمين فؤاد ونسأل حضرتك عن الدعم اللي بتقوموا به طبعا بالتعاون مع محافظة جنوب سينة ويباقي طبعا الاهيئات والحكومات والمؤسسات في مصر طبعا لاستضافة هذا المؤتمر قيمة المناخ ويظهر في أبهى صورة ليه مشارفة لمصر أمام العالم أجل طبعا احنا الحقيقة الدعم ما هواش دعم مادي فقط يمكن احنا النهاردة بنوقع مشروع شرم الشيخ خضراء بقالنا انا ومعالي المحافظ سنة شغالين على هذا المشروع المشروع ده بدعم من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التكلفة بتاعته سبع مليون دولار جاية كمنحة ولكن هو مدته مش فقط للتحضير لمؤتمر شرم الشيخ هو كيفية اللي احنا بنعمله النهاردة كطاقة جديدة ومتجددة استدامة منظومة المخلفات زيادة الرقعة بتاعت المساحات الخضراء والممارسات الجيدة للسكان او للسياح تقدر انها تستمر فازاي نقدر نحط منظومة ادارة متكملة يكون فيها القطاع الخاص شريك المجتمع المدني شريك ازاي نغير السلوكيات بتاعت الاطفال اللي موجودين داخل المدارس ازاي الشباب يبقى مشارك في هذه المنظومة فالحقيقة الاستعداد للمؤتمر ده فرصة ان احنا نصرع الوتيرة بتحويل شرم الشيخ خضراء ولكن الدور ليس فقط على الحكومة او على سيادة المحافظ ولكن الدور على كل اللي موجودين في هذه المنظومة لان كل هيبقى كسبان من وجود مدينة فعلا خالية من التلوث صفر انبعاثات قادرة ان هي تعيد استخدام كل حاجة بتطلعها مرة اخرى اخيرا سؤالي لمعالي محافظ جنوب سيناء اللي خالد فودة الاستعدادات الاخيرة لاستضافة هذا المؤتمر في نوفمبر بمشاعت الله طبعا انت عارف ان احنا بدعم كبير جدا رئاسي وبدعم كبير من الحكومة احنا بنعمل ومطلوب مننا ان احنا نشتغل يعني كنا بنشتغل 12 ساعة في اليوم مطلوب مننا ان احنا نشتغل اكتر 16 ساعة في اليوم وده اللي بيحصل فعلا على ورديات معينة بحيث ان احنا ما نغزلش قيادة بتاعتنا لان اتقال ان شهر 9 ده خطة احمر عايزين نكون المدينة كلها جاهزة ومستعدة وانا بوعد كل اللي هيجي وكل المصريين وكل الضيوف بتوعنا ان شاء الله هيشهدوا ميلاد مدينة صديقة للبيئة جديدة اسمها شرم الشيخ الجديد سيدة اللواء خالد فوضى محافظة جنوب سيناء دكتور ياسمين فؤاد وزارة البيئة بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا وطبعا مجهود بنتابعه مع حضراتكم وزي ما شفنا زملائي في الستوديو مجهود كبير من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وجميع طبعا المؤسسات في مصر لتقديم وظهور هذا المؤتمر مؤتمر قيمة المناخ اللي هتصادي في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم بإذن الله في أبهى صورة لي صورة مشارفة لمصر أمام العالم أجمع إليكم زملائي في الستوديو زميلنا أحمد الحسيني بنشكرك شكرا جزيلا طبعا وشكر موصول لديوفك الكرام دكتور اسمين فؤاد وزيرة البيئة وسيادة ألواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى